بسم الله الرحمن الرحيم معاكم ونا الحرفة من قناة على المطبخ النهاردة حنعمل الطاجن الأمر اللي قدامنا ده الطاجن ده لأصحاب المزاج العالي في أكل طبعا الأسماك والأكلات البحرية معايا السمكة اللي قدامنا دي والسمكة دي اسمها السمكة الضحك أو اسمها سمكة المحرات السمكة دي ما فيهاش خالص هي عبارة عن عضمة كده بتبقى في الضغر بتاعت سلسلة الضغر وبس وكلها عبارة عن جزل لحم تعالوا كده نفتحها كده ونشوف بتتنطف ازاي السمكة دي اسمها سمكة المحرات والناس السمكين بيسموها السمكة الضحكة لأن احنا زي ما احنا شايفين بقها كده أكدناها بتتحق حنعمل النهاردة احلى طاجن لسمكة المحرات حنضفها وزاي ما انتش شايفة هي بقناها نظيفة خالص ما فيهاش طبعا للحاجات العادية اللي بتبقى موجودة في اي سمكة يعني اي سمكة كبيرة حننضفها بقى كويس قوي وبعد كده حوريكي ازاي حنقطعها وازاي حنعمل الطاجن الحلوة ده طبعا كلنا بنعرف ننظف السمك كلنا بنعرف نخسله كويس كلنا بنعرف نعمل محلول النقعة بتاعه واحنا دلوقتي في الشتاء والبرطقان واليوس في موجودين وبناخد القشرة بتاعهم ده بيتحط لما بتكون يعاملة محلول النقعة بتاع الاسماك او الفراخ اي حاجة فيها زفار السمكة دي كمان مميزة عن اي سمكة تانية ممكن تكوني كلتيها او تعرفيها السمكة دي ملهاش ريحة زفارة خالص يعني اكنك ما تكليش سمك ولما تتقطع وتتحمر وكده حتشوفيها حتلاقيها زي ما تكوني عاملة جزا اللحم اهي زي ما تشايفها احنا طلعنا كل اللي جواها ونقطفناها كويس قوي وحنبسكها بقى نقطحها بقى تقطيعها كويسة وطبعا الاسمر اللي فيها ده بيبقى زي السمك مثلا الروسي وكده واحنا برضو بنكحته بالسكينة لحد بقى ايه يعني ما ننظفه كويس قوي وبعد كده بنمسك السمكة بتاعتنا بنقطح اهو عبارة عن حتة لحم كده ما فيهاش شوق خالص ولا ايه حاجة فيها العظمة اللي هي موجودة في سلسلة الدخل بس احنا كده نضفنا السمكة بتاعتنا وغسلناها كويس ونقعناها وبنمسكها دلوقتي بنقطحها لقطعه اهي زي ما انتشايفها جزا كده من اللحم يلا بينا فاقست الكل كده على الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل احلى تدبيلة واحلى خلطة للسمكة الحلوة دي وتاجر المحلات ده لو كلتيه في اي محلة هتدفعي فيه مبلغ وقادره يعني والموضوع كله احنا هنعمله احلى واطعم مليون مر من اي مكان ممكن تكوني كلتي ادي السمكة بعد ما تقطعت بعد ما تنظفت بعد ما تغسلت وتنقعت ويلا بينا معانا بصل وطماطم وفلفل وبصل اخضر ومعانا طبعا ارنق فلفل حامي في الكبة بتاعتنا هنحط توم هنحط فلفل هنحط ارنق حامي من الفلفل وهندرب كل ده في الكبة ضربناهم كده في الكبة التوم والفلفل والارنق الحامي ومعايا بقى معلقة كمان من هرست الشطة وطبعا هننزل عليهم بعصرة لمونتين وحننزل بالملح وحننزل بالكزبرة وحننزل بالكمون بتاعه وطبعا توابل السمكة ما تنسيش توابل السمكة توابل السمكة بنجيبها من عند العطار يا اما فرط او لو انت عايزة البواكي اللي بتتباع موجودة في اي سوبر ماركت هنمسك بقى السمكة بتاعتنا القطع بتاعت السمكة دي وحنتبلها حتة حتة عشان كلها تشرب كده من التدبيلة وتمسك اي قطع من اللحمة تلاقيها من التدبيلة كده مملحها وطعمها في منتال جمال زي ما بتملحي اي سمكة لأول خلطة كمان اللي احنا بنحطها دي طحفة ما شاء الله عليها بعد كده يلا بينا كده على البوتجاز نشوف هنعمل ايه ونكمل الطاجن بتاعنا ده ازاي اه احنا كده تبلنا السمكة بتاعتنا كلها هي قطع كلها اه معايا هنا تاصع على النار نزلت فيها ببصل اخضر ده بصل اخضر مش فلفل ده بصل اخضر وبصل عادي ومكعب من التوب وهنشوح كل ده مع بعضه وبعد كده اول ما يتشوح ويبتدي دينا لون بننزل بالفلفل بتاعنا وبعد كده بننزل بالكزبرة الخضرة ومعاها عود من الكرفس ده كزبرة خضرة على كرفس انا مش هقولك الريحة عاملة ازاي هنقلب كده كويس واول ما ياخدوا كده مع بعض كده وياخدوا من طعم بعض هنزل عليهم بالطماطم بتاعتي اللي انا ضرباها في الكبه او في الخلاط وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي هي تبهرات السمك الكمون الكزبرة وحنزل بعد كده بالملح وطبعا بعد كل ده هنزل ببقية التدبيلة اللي احنا تبنا بيها السمك في الخلطة بتاعتي هنا معايا تاصل على النار وحنبدر السمك بتاعي وحنديله كله صدمة اه من الوشين يعني احنا مش هنحمر السمك للاخر احنا بس هنديله كده صدمة على الوش ده وعلى الوش ده ادي السمك بتاعنا اهو اول ما بياخد كده وشي على الجنب ده بنقلبه على الجنب التاني لان احنا مش هايزين نسويه تسوية ما في المية احنا هايزين نسويه يعني ثلاث تربع سمك لان بعد كده هتحط في الطاجن وحيكمل السوى بتاعه في الطاجن نتاعه ادي السمك اهو خلصنا طبعا هتعملي لغاية ما تخلص كمية السمك بتاعتك اللي انتي هتحطيها في الطاجن انا بقولك الطاجن ده يعني يدرس مش هايز كلامه حاجة كده ما شاء الله عليها هيعجبك وحتستطعميه وده بيتعمل في افخم المحلات انت هتعمليه في البيت بامكانياتك وحيطلع احلى مليون مرة من اللي احنا بنكله في المحلات اهو بعد ما حمرنا بقى السمك بتاعنا يلا بينا كده على الطاجن بتاعنا ونشوف هنعمل ايه الخلطة دي يا جماعة تحفى الريحة مش هقولكو حاجة كده ما شاء الله عليها ادي السمك بتاعنا خلصنا يلا بينا كده هنجيب الطاجن بقى بتاعنا عايزة تعملي بقى في طاجن فخار زي ما انا هعمل ماشي عايزة تعمليه في طاجن بايركس او اللي انتي اللي تحبيه اللي موجود عندك واللي انتي عايزة تعملي فيه هنحط كده جزء من الخلطة بتاعتنا اللي احنا حطناها على النر وتسبكت مع بعضها وهبعد كده هنرزت عليها السمك بتاعنا وبعد كده هننزل عليها ببقية الخلطة بتاعتنا كلها الريحة رهيبة يا جماعة اهو زي ما انتي شايفة نازلنا ببقية الخلطة كلها وبعد كده هدخلها الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة متين هتاخد لها حوالي ساعة لاروب وحيطلع طاج في منتهى الجمال او زي ما انتي شايفة حاجة كده ما شاء الله اكل جميلة سهلة وبسيطة وسريعة وبالفها نعشفه انتقالى وعشفه احمد انتقالى ومشاركة had